للمزيد ينضم إلنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة محمود بعد التحية اليوم هناك استكمال بطولة رالي موتورز سبورت انقل لنا آخر المستجدات تحياتي لكم فاطيمة ويوسف ولكل أسادة المشاهدين بالفعل كما ذكرت اليوم هو استكمال بطولة الرالي موتورز سبورت واليوم هو اليوم الأخير في هذا السباق وفي هذه الفعلية ونحن نتواجد تحديدا الآن في هذه الساحة وهذه المنطقة بجوار الحي اللاتيني بمدينة العالمين الجديدة نشهد الفعاليات والسباق الأخير للسيارات الموجودة في نوع الدرافتينج وهو النوع الأخير أو السباق الأخير الذي سيكون اليوم في فعاليات بهرجان العالمين الجديدة وبعد امتهاء هذه الفعاليات في هذه المنطقة سيكون الحفلة الختامة خلال الدقاق أو الساعات القادمة سيكون الحفلة الختامة في منطقة العالمين أرينا بحضور وزير الشباب والرياضة لتوزيع الجوائز على الفائزين وأيضا ستشهد هذه المنطقة الأخرى السباق النهائي لتحديد المركز الأول والثاني في هذا السباق وأيضا سيكون هناك عرض في موكب داخل مدينة العالمين الجديدة بوجود هذه السيارات المشاركة في هذا السباق بحضور أيضا وزير الشباب والرياضة وهذا جاء بالطبع بعد أيام سابقة من هذه الفعاليات تحدثنا خلالها مع المشاركين في هذا السباق أشادوا بوجود هذا السباق أو بتجربة وجود هذا السباق لأول مرة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة والذي سيختتم اليوم بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الفنية الموجودة في مدينة العالمين الجديدة المنشى السياحي الذي يشهد محمود مات عن هذه الفعاليات الفنية والتراثية بالمدينة وما الجديد لديك حول هذه الفعاليات نعم فاطيما يعني الفعاليات الفنية هي المسيطرة في مدينة العالمين الجديدة الحقيقة ويعني تلقي بظلالها من الأجواء المبهجة والسعيدة على كل الزائرين لدينا فرق التراثية فرق الفنون الشعبية والطنورة التابعة لوزارة الثقافة التي تتواجد يوميا على الممشى السياحي خلال الدقائق القادمة ستكون موجودة على الممشى السياحي لتقديم كل الفقرات التراثية والفنية المختلفة بالإضافة إلى أيضا وجود مصرح الشارع الذي لازال يقدم كل الفعاليات المختلفة بالأمس كنا رأينا مصرح السائية للعرائس بتقديم بعض اللجان لأم كلثوم وأيضا اليوم سيكون هناك الفعاليات التراثية أو الخاصة بالفرق التراثية وفرق الفنون الشعبية على الممشى السياحي بمدينة العالمين الجديدة وخلال هذا الأسبوع أيضا سنشهد العديد من الفعاليات سنتحدث أيضا عن وجود باندشار موفرز وكايروكي بالإضافة إلى طبعا مهرجان القاهرة للدراما فبالتالي كل هذه الفعاليات الفنية ستكون موجودة خلال هذا الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة بالإضافة بالطبع إلى كل يعني مصرح الشارع الذي يقدم كل الفعاليات المختلفة للجماهير وللزائرين في الممشى السياحي رأينا اليوم أيضا وجود عدد كبير من الجنسيات الأجنبية الموجودة في الممشى السياحي التي تتجول في مدينة العالمين الجديدة وسنتابع معكم خلال الساعات القادمة كل ما هو جديد في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة عودة إليكم مرة أخرى شكرا جزيلا محمود جميل لمراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا كنت معنا من داخل مدينة العالمين الجديدة